اشتركوا في القناة لا إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم لي منذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإعسان اليوم الدين واجعلنا منهم وسلم اللهما تسليما كثيرا أما بعد مشاهدي الكرام أهلا بكم مرحبا في سلسلة جديدة تدبرية حول التدبر في آية القرآن الكريم والتدبر غاية رب العباد دعانا إليها ونص عليها في قرآنه فللكتاب علينا حقوق أول هذه الحقوق أن نتلوه أن نقرأ فقراءته عباده وتلواته عباده قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فالتلاوة فريضة علينا وقال تعالى وردت للقرآن تكبيرا لكن الله عز وجل لم يجعل التلاوة هي الغاية إنما هي وسيلة لغاية لذا زم من حصر همه في القرآن في مجرد التلاوة فقال تعالى منهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمني إلا أمني أي إلا تلاوة كما قال ابن كثير غيره فالأمني تطلق على التلاوة نفسه وقال تعالى ورسلنا مقبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتك إلا إذا تمنى أي إلا إذا تلا وقرأ القرآن أو قرأ الوح ألقى الشيطان في أمنيتك أي في تلاوة فالأمني هنا التلاوة أو القرآن فزم الله من جعل هذا همه واحد ثم نص على الغاية بل على غايات منها هذا الباب التدبر فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ولم هنا لم تعليليه أي علة نزوله ليتدبر أولو الألباب ليتدبر ليتدبر آياته وعلة أخرى قل وليتذكر أولو الألباب فجعل التدبر غاية والتذكر غاية التدبر أعمال الفكر والعقل في كل لفظ في القرآن الكريم وفي كل حرف وفي كل سياق وفي كل نظم وفي كل أسلوب جاء بالقرآن الكريم فكل هذه ستفتح لنا أبواب كبيرة جدا جدا من أبواب الفهم لكتاب ربنا وألفاظه وحروفه وكلماته وسياقاته ومعانيه وجمله ونظمه ومتشابه نظمه إلى آخر هذه العلوم التي بسها الله في كتابه بس وملأت به ملأة ثم الغاية الثانية قال وليتذكر أولو الألباب والتذكر مبني على التدبر يتذكر كما قال ابن القير محمد تعالى يعي ويعمل وكيف يعي من لا يتدبر فالتدبر الغاية الأولى لذا قدمها ربنا قال ليتدبروا آياته ثم عقب قال وليتذكر أولو الألباب مع التدبر مطلوب ألا نقف عند حد التدبر بل أن نتذكر فنعي ونعمل هذه غايات مع كتاب ربنا وحول هذه ندندم حول هذا التدبر سندندم مع القرآن الكريم نجوب نجوب حول بعض الآيات القرآنية التي يحتاج الناس لتدبرها ولفهم ما فيها معا ونبدأ يوما هذا أو سلسلتنا هذه بآية الكثير مننا يقرأها بل هي في فريضة فضلت علينا وللأسف شديد قليل مننا من يفهمها أعظم سؤال أعظم سؤال علمنا ربه إياه بل أوجب سؤال علمنا ربه إياه ما فرض الله علينا دعاء إلا هذا الدعاء في كل ركعة في كل صلاة بل في اليوم ندعو به سبعة عشر مرة في الفرائض وحدها غير النافل نقول اهدنا الصراط المستقيم نود أن نتدبر هذه الكلمات التي نرددها يوميا فما معنى الهداية هنا أي هداية نطلب الذي يسأل مسلم هدية إلى الإسلام فأي نوع الهداية نطلب الناس تظن أن الهداية نوع واحد والقرآن جاء ليبين لنا أن الهداية أربعة أنواع أربعة أنواع لنعلمها من خلال آية القرآن الكريم التي مست في القرآن يبث ولنعلم أيها نطلب لنعرف ما نطلب فالمرء إذا كان يسأل الله شيئا لا يعرفه كيف يجاب وفي الحديث إن الله لا يستجيب لقلب غافل الله لا يعرف ما يطلب الهداية كما قلت أربعة أنواع النوع الأول هداية الفطر التي جبل عليها الناس فكما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطر قولا لأهل العلم هل الفطر خلقه المهيئ لاستقبال الحق أم لون هداية متحقق الفطر هنا أن الله أعطانا من القوة من السمع ومن البصر ومن الفؤاد ما يؤهلنا للوصول الحق وهناك كلام في الفطر نفسها الفطر خلق من الخلق ونص الآية على هذا قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه هذه الفطرة التي ركبت فينا وجدت فينا وخلقت فينا تدعو الإنسان دائما للتعلق بمن خلق بمن ينعم بمن يملك ولا نملك بمن يقدر ولا نقدر وكل هذه صفات لله فأكفر الخلق وقت حاجته الكوة يلجأ إلى رب رغم كفر ورب مسل لهذا فقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها وفرحوا بها جاءتها ريح معاصف وجاءهم نوجهم كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم لما أيقنوا أنهم أحيط بهم وأنه الهلاك ولا يصلح أن يستغيثوا بأحد لا باب ولا ماما في البحر لا باب ولا ماما ولا مغيث إلا الله قال تعالى دعوى الله مخلصا لهد رغم كفرهم ولذا يقول تعالى في موضوع آخر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدون إلا إياه لن تجدوا غيره ليبين لأن الفطر دافع لهذا دافعا حتى مع الكافر رغم كفره وعن ملحد رغم الحادي إذا وجد في مثل هذا الموقف لن يجد أحدا يسأله إلا الله عز وجل فرعون نفسه الذي ادعى الألوهية لما احتدم بها مغرق عندها صرخ وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت ببني إسرائيلي فليدرك الإنسان هذه الفطرة جبل عليها كل إنسان فطرة داعية لمعرفة الله داعية للخضوع لله داعية للاستعان بالله داعية للاستغاث بالله داعية للركون إلى الله إلى قوته إلى عزته إلى نعمه إلى عطائه إلى رحمته إلى فضله وهذا لون هداية كل الخلائق عليه جبلت وفي هذا يقول تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فذكرت الآية نعمتان كما من الله علينا بنعمة الخلق والإيجاد من علينا بنعمة الهداية والإرشاد خلق فسوى وقدر فهدى خلق كل مخلوق وسوى خلقه ورسم له طريقة وهدى إليه إذن هذه فطر فطرت كل الخلائق عليه النبي الله إبراهيم لما داع قومه قال فهو يهدين الذي خنقني فهو يهدين خلق وهدى فرعون ما سألن بنهون لها موسى من ربكما موسى أجابه هذا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي كمل خلقه ثم هدى ورسم له طريقة وهدى إليه إذن هذا لون من هداية تسمى هداية الفطر لا يخلو منها مخلوق والذي جبل بفطرة غير سوية مجنون غير عاخل رفع الله عن القلب لا حسب وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلب على ثلاثة المجنون حتى فيق والنائم حتى يستيقظ إذن المجنون حتى فيق والنائم حتى يستيقظ لأنه في غير وعيه والصبي حتى يكبر لأنه لم يكتب وعيه إذن ندرك رب العبادة راعى كل ما أعطى للخلق من إمكانية التوطاقات في كل أحكامه وهذه حقيقة جانب يعني خطير جدا والناس عم فيه غفلة فربنا هو الحكم العدل إن الله لا يظلم وثقى لثرة إن الله لا يظلم وإن الله شخيف ولكن الناس أنفسهم يظلم إذن ندرك هذا هو اللون للأوم الهداية فهل نسأل له هداية الفطر موجودة النوع السن بالهداية هداية رسل ورسل ما جاء بسلاح ولا بقوة قربها العباد إنما جاءوا بالإرشاد بالبيان بالبلاغ بالتذكير لذا حصل الله مهامهم في هذا قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المم ما وإلا في اللغة تفيد الحصر أي ليس على الرسول إلا هذا هو غير مطالب أن يكر أحد الإيمان ولذا رب العباد ينادي النبي هو هذا أفأنت تكره الناس حتى كن مؤمن أبدا وقال تعالى لا إكره في الدين فدور رسل البلاغ ودور رسل التذكير فذكر إنما أنت مذكر وإنما أيضا تفيد الحصر كما وإلا ولننظر سيقات القرآن دق خجد جاء بأسالي بالحصر في بيان مهم الرسل وما على رسل البلاغ المبين فذكر إنما أنت مذكر لست عنه بمسيطر وقال في الثالثة ونزلنا إليك الكتابة لتبين الناس منذ إليه إذن دوره التذكير دوره البلاغ دوره البيان دوره الإرشاد وجاء في بديل الإرشاد بلفظة هداية حتى نعلم أنه لون من الهداية فقال تعالى وإنك لتهدي إلى صلاة المستقيم ولم هنا لم توكيد أي يقينا لتهدي إلى صلاة المستقيم إذن أثبت للرسل لون هداية هداية البلاغ البيان التذكير الإرشاد الرسل غير مكلفين بأكثر من هذا لم يكلفوا بإكرار العباد على الطاعة ولا على الدخول في الدين إنما كلفوا أن يبلغوا أبلغ البيان وأبلغ البلاغ وهذا وقع ومن حرم هداية رسل لا يعزد وما كنا معزبين حتى نبعث رسل إذن راعى الرب حاجات الناس وإمكانيات الناس لكن هداية الرسل جعلها الرب حق لنا عليه ولذا ما حرم أمم الرسال قال تعالى وإن من أمة إن لا خل فيها نزيل وقال تعالى ولكل أمة رسول بلقد بعثنا في كل أمة رسول إذن بعث رسل في كل الأمم حتى يقيم حجته على خلقه فبين أن الكل فطر على الهداية وأن الله هدانا زادنا هداية على الهداية بهداية الرسل ولا حجة لنا بعد على الله بعد الرسل فهاتان الهدايتان كافيتان في تغيير ما في الإنسان تغيير ما في الإنسان سمّه ربنا أيضا هداية تغيير ما في القلوب أو التوفيق لحق وهذا النوع الثالث من الهداية هذا النوع لم يجعل الله لنا في حق عليه بل جعله نتيج فحقنا عليه ينتهي عند الرسل قال تعالى رسلا مبشرين ومنزلين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذن لا حجة لأحد بعد الرسل لا يدعي أحد بعد الرسل أنه لم تأتي الهداية لأن هداية التغيير ليست حق لنا على الله إنما جعلها الرب نتيجة وقدر هذا فمن أعمل طاقاته ومواهبه وفترته الأولى من خلال وحي الله المنزل هذا الله قلبه ومن ضن على الله بملكاته وإمكانياته التي أعطاه الله له ومواهبه وكذب منهج الله الذي أنزله بعد أن جاءه أضل الله قلبه فبين تعالى أن الهداية الثالثة نتيجة يقينا وهذا هو القدر الذي اختلفت فيها أقوى للناس لكن هذا هو الحسم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثة لما ذكر قضية القدر قال أول ما خلق الله القدم فقال له أكتب فكتب من قدر كل شيء أحد الصحابة قال يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل قال لا بل اعمله فكل ميسر لما خلق له ثم حسم القضية فقال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره لليسرة الله حسم النبي القضية كلها بهاتين الآياتين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب القضية القدر فكل ما تحدث الرب عنه في مشيئته في القرآن تعلق بقدرة الله في المشيئة لما يقول تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وحدثنا عن قدرته الله قادر أن يضل ما شاء وقادر أن يهدي ما شاء ومن يضل الله فما له انهات ومن يهدي الله فما له مضل الحديث كله عن قدرة الله ومشيئة الله إذن قدرة الله في المشيئة الله قادر على كل شيء الله قادر على كل شيء حتى ما أعطانا مشيئة أعطاها بقدرته وما تشاءون إلا أن يشاء الله لو لأنه شاء أن يكون لنا مشيئة ما كان لنا مشيئة فكل الخلاق الجبلة على الطاعة من غير مشيئة ومن غير اختيار وشاء الله أن يكون لنا مشيئة شاء الله أن يكون لنا مشيئة أما مراده إذن نفرق بين قدرة الله في المشيئة ومشيئة الله في المشيئة ماذا شاء يقول ابن القيم أن حصلت مشيئة الله في القرآن كله في هذه الآية فأما من أعطى واتقى أي استخدم فطرته وطاقته وملكاته وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة بمنهج الله الذي أنزله ما النتيجة فسنيسره لليسرى لهداية قلبه وتوفيقه الحق وأما من بخل واستغنى ظن على الله بملكاته ومكانياته وفطرته وكذب بالحسنة بمنهج الله الذي أنزله فسنيسره للعسرى أي للضلال إذن هذه النتيجة فلا يدعي أحد بعد هذا أن الله لم يهديه لما قال السمود كما نصى القرآن الكريم وأما سمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم بالفطر هديناهم بالرسول فمن يقول رب العمد لم يهديه أن يقوله كذبت هداك وأنت الذي أبيت هداك بفطرتك وملكاتك هداك برسالة رسله التي بلغتك ولا حجة لك بعد رسله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون لكل الناس على الله حجة بعد الرسل هذه الآيات جمعها يعطينا فهم دقيق جدا إذن أي أنواع الهدى نسأل؟ لما يقوله هدينا أي أنواع الهدى نسأل؟ نسأل الله هداية الفطر وقعت وحدثت نسأل الله هداية الرسل موجودة والكتب موجودة ورسالة موجودة ماذا نسأل؟ نسأل الله التوفيق هذا النوع الثالث من الهدى فلما نقول اهدنا والذي لا يفهم ما معنى اهدنا ماذا يقصد بالهدى التي تغلوها؟ اهدنا إذن النوع الثالث هداية التوفيق هداية تغيير ما في القلوب والطاقة والجوارح في حياتنا كلها هذا التوفيق جعله ربو نتيجة نسأل الله أن يعيننا أن نحسن استخدام ملكاتنا أن نحسن لانتفاع برسالته أن نصل لهذه المرحلة أن يهدي الله قلوبنا ويوفقنا لما أوله هذا النوع الثالث من الهدى النوع الرابع نتيجة على النتيجة فمن أعمل فطرته وطاقاته من خلال وحي الله وهدى الله قلبه سيهديه من قيمة إلى جنة إذن الهدى الرابعة هداية للمصير إما إلى جنة وإما إلى نار وسمها ربنا هداية إذا دخل أهل الجنة الجنة فزعوا بهذه الكلمات أو نطقوا بهذه الكلمات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون سمها ربنا هداية وكذلك الحال عند أهل الضلالة من ضلنوا على الله بملكاتهم وخالفوا وحي ربهم ورفضوه وعاشوا بغيرهم أضل الله قلوه في الدنيا إن نتيجهم القيامة سيهدوا لكن إلى الجحيم قال تعالى وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم سمها ربنا هداية قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون أي عما قدموا وعما عملوا حلعات ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون إذن هذه أنواع أربعة من هداية لما نسأل الله ماذا نسأل هداية الفطر هداية الرسل هذه كلها وقعت إنما الذي نسأل هداية التوفيق وتغيير ما في القلوب والجوارح والطقات هداية المصير والمآل إلى الجنة والنجاح من النار لذا جاء التعقيم في نهاية الآيات صراط الذين أنعمت عليه أهل الجنة غير المغدوب عليهم ولا الضالين أهل النار إذن لها ارتباط يقينا بالمصير فلما نسأل الله نسأله رداية نسأله على هذا النحو نعرف ماذا نقول فيه دينا الذي لا فهم هذه القضية ويعيش بغيرها لن يجد طعم الإيمان ففي الحديث الصحي الثابت أن عبادة بن الصامتي رضي الله عنه فيما رضيه الأخير قال له ابنه يا أبتي أوصني أوصني وصيت أب صحابي جليل لابنه عند احتضاره قال يا أبني لن تذوق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان حتى تعلم لن حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك هذه العبارة قالها بعد أن بيّن أنه لن يدخل الجنة أحد لم يؤم القدر والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان فسأله ولده كيف فأجابه لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك إذن إيماننا بالقدر جزء من الإيمان وهذه الآية هي العمد في الباب يبقى القدر العبد لا بد أن يخل أن قدر الله جرى ومضى وهناك قدر رب لبد نص عليه في القرآن الكريم وكان أمر الله قدر مؤمن وكان أمر الله مفعولا فقدر الله جاري وهذا من قدره أن أعطانا هذه المشيئة كبشر لم يعطى لغيرنا الشمس القمر الكواكب النجوم كلها جبلت على الطاعة بالاختيار على الطاعة بالاختيار قال تعالى قل أئنكم لك تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسم فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوائل للسائلين ثم استوى إلى السماء وهدخن فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعي فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّلنا السماء الدنيا بمصابيحه وحفظه ذلك تقدير العزيز العليم إذا انقدر الله هذا على كل الخلق أنهم جبلوا على الطاعة على التسبيح لله على السجد لله على القنوة لله على الإنقياد لأمر الله وكل هذه معاني نصقنا عليه فلا يوجد خلق لا يسبح ربه قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون التسبيحه ألم تر أن الله يسبح له من في السماء يسبح يسبح وفي الآية الأخرى بيان أنه يسدد إذن هو يسبح وهو يسدد ألم تر أن الله يسدد له من في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ولم يستثنئ إلا في الإنسان قال وكثيرهم من الناس وكثيرهم حق على العزيز إذن الكل سجد الكل سجد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ولله يسجد ما في السماوات ومن في الأرض فمرة استخدم من وتستخدم العاقل ومرة استخدم ما وتستخدم للعاقل فالعاقل وغير العاقل لله يسجد قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء إذن كل شيء خلق على هذا النحو أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشماء لسجدا لهم داخلون إذن هو يسجد ومع سجوده تسجد ظلاله حتى الظل حتى الظل لأنه خلق من خلقه قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قببناه إلينا قبضة يسيرة إذن كل شيء لله ساجد كل شيء لله مسبح حتى ظلال هذه القلائق ثم بأنه كله لو قانت قال تعالى أبن آتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوت من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وكل من أرفضهم إذن الكل له قانت قائم على أمر الله منصع لأمر الله فالكل له مسبح الكل له ساجد الكل لله قانت الكل له منقد ومسلم لذا ينكر الله تعالى على الإنسان كيف لا يسلم في كون كله لله أسلم فهيقول تعالى أفغير دين الله يبغوه؟ أي أفغير حكم الله ومنهج الله يرجدون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإله يرجعون الكل له أسلم والإنسان وجد في وسط كل هذه الخلائق وهذه الأمم وهذه الأزواج التي أسلمت لربها وانقادت الأمر الله عز وجل فكيف لا يسلم في عالم كله أسلم؟ كيف لا يسدد في عالم كله يسدد؟ كيف لا يسبح في وسط عالم كله يسبح؟ كيف لا يقمت لربه ويقوم على أمره في عالم كله لله قانت؟ إذن هذا موضع الإنكار الإنسان خير وشاء الله أن يكون له مشيئة وأن يكون له اختيار لذا وقع هذا الترتيب الرباني لقدره في اختيار الإنسان فأما من أعطى واتقى هذه مشيئة الله في المشيئة شاء أن يكون هذا سبيلنا أن من أخذ بطاقاته وإمكانته التي أعبها الله هنا من خلال منهج الله عز وجل التي أنزله ورسله التي ورسالته التي أرسلها عن رسله أو مع رسله أن يهدي الله قلبه وهذا وعد من الله ما من إنسان صدق في هذا وضيعه الله أبدا إذن كل من استفد بطاقات إمكانياته من خلال منهج الله ولو أمه يقينا ساهد الله قلبه وأما من أبى وضنى الله بملكاته ثم كذب برسالات رسله كانت النتيجة أن أضل الله قلبه هذه خلاصة الخلاصة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قبر الله تعالى وحسب بها القضية كلها اقرأوا إن شئتم قبر الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسن يسره للأسرى هذا معنى الهداية في قولنا أحدنا انتهى الوقت وأكتفي بهذا القدر حولها أسأل الله تعالى أن يهديني وأكمساء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيد الأولين وآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أسمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا